بعد موسم حصاد ناجح لمحصول الحنطة في الأنبار مزارعون يناشدون رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية مزارعون أنباريون ينقلون معاناتهم عبر واني نيوز إلى رئيس الوزراء بالتدخل العاجل وصرف مستحقاتهم المالية التي مضت عليها أكثر من خمسة أشهر قمنا بتسويق محصول الحنطة الخاضع لشركة فحص تنقية البذور إلى الشركة العراقية في محافظة الأنبار منطقة جوابة علما أن هذه الشركة تابعة إلى وزارة الزراعة منذ شهر الخامس ولم نستلم مستحقاتنا المالية وهذا ما يترتب عليه نحن أصحاب عوائل علينا مستحقات مالية سواء لمادة الأسمدة والوقود والأعمال الأخرى التي قمنا في عملية الموسم ولحد الآن لم نستلم مستحقاتنا المالية نحن لحد الآن ما استلمنا مستحقاتنا ومقبلين على الشهر العاشر وبذورنا دي نقوم بها حتى يسلمونها للفلاح ما معقول يسلمون بذورنا للفلاح وأحنا بعدنا ما مستلمين مستحقاتنا يعني أحنا كنا يقين أنه سيد رئيس الوزراء معالي سيد رئيس الوزراء ما عند علم باللي دي يصير ما عند علم أنه لحد الآن ما مستلمين مستحقاتنا احنا مو تجار احنا مزارعين والدليل على ذلك احنا عدنا صور وفيديوهات لللجان اللي طلعت على حقول مالتنا واللجان اللي سلمتنا البذور واللجان اللي استلمت من عدنا البذور واللي طلعوا علينا اثناء الحصاد واللي فتحوا اللكات كل تعدنا عليها ادلة واثباتات انه احنا مو تجار مزارعين فلاحين سلمنا بشكل دقيق للجان اللي استلمت مبعدنا هنا وخضعنا المختبر وكانت بذورنا نقية المزارعون العاملون في موسم الحصاد الماضي يشكون من صعوبة وضعهم الاقتصادي مشيرين إلى توقف العمل في الموسم القادم نتيجة تراكم الديون عليهم حقوقنا حتى نوفي الناس اللي تطلبنا برقابنة من المواد الكيميائي والوقود والفلاح اللي ساعدنا بالزرع خموة ساعدنا في الحم حطين في الحويان والناس تريد تعيش ففلوسنا كلها حطناها بالموسم ذاك الساعد الموسم هذا يجي لا حنط عدنا ولا عدنا شيء نقدر نزرع بعد صارنا خمسة شهر احنا مصدرين البذور اللي حد الآن ما استلمنا أي مبالغ هذا الشهر الخامس احنا منسلمنا البذور البذور استلموا الشركات من الحصاد من المزرعة للشركة وتضرب السيارة الرصاصة اللي هو اللوك وشادر وتستلم بالشركة وتفتح الرصاصة والطبو وتدخل مختبرات ثانية بالشركة والحنطة ناجحة 100% شون السبب لحد الآن الشركة ما صرفت أنها مبالغنا موسما مضى وموسما قادم ولا يزال الفلاح الأنباري ينتظر بصيص أمل من حكومة بغداد لصرف مستحقاتهم المالية من الأنبار مصطفى مهند واني نيوز اشتركوا في القناة